جزاكم الله خيرا تقول أختنا سبق لي أن أديت فريضة الحج وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نقص عمل بن آدم قال انظروا هل لعد من تطوع هل يجود إخراج حجة لي وذلك لعدم توفر المحرم جزاكم الله خيرا تقول أختنا سبق لي أن أديت فريضة الحج وأريد أن أتطوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نقص عمل ابن آدم قال انظروا هل لعبدي من تطوع تسأل أيضا هل يجوز إخراج حجة لي وذلك لعدم توفر المحرم ماذا أنت أديت الفريضة فالحمد لله فإن تيسر أن تحجي تطوعا وجود المحرم فهو زيادة خير وإن لم يتيسر فالفريضة كافية والحمد لله وعليك بصرف المال مشاريع أخرى وإطعام المساكين والصدقة على الفقراء وإذا تيسر لك في المستقبل المحرم وحجيتي تنفلا فهذا شيء حسن